كان عندي صديق بالمراصلة بقلنا 13 سنة بنبعث جوابات لبعض وفي مرة من المرات بعتلي جواب وكان مرفق فيه جدول كل خانة من خانات الجدول فيها اسم شخص عنوانه واهتماماته وهوياته وقال لي ضيف اسمك في خانة من الخانات وعنوانك واهتماماتك وصوريه وبعتيه للناس اللي تعرفيها وانا هعمل نفس الكلام ولو حب حد من الناس الموجودة انك ترسليه تقدري كمان فالمهم عملت اللي قال لي عليه وبعد كم شهر جالي جواب من بنت ألمانية عايشة في النمسا اسمها مارينا قالتلي في الجواب ان هي بتتجاهز انها تكون راهبة وانها لما تنجح في الاختبارات وتبقى راهبة فعلا فهي هتيجي مصر مع الرهبان هيزوره مجمع القلب المقدس للرهبات الكاتوليك وهي عايزة تقابل حد من ولاد البلد يعني تتعرف على الثقافة المصرية ودي حاجة انا طبعا بحبها جدا وكنت بعملها من خلال الكاوتسيرفنج واللي ما يعرفش عن الكاوتسيرفنج هسيب لينكات تحت في صندوق الوصف لفيديوهات لشرح الموضوع والكتب وكل ما يتعلق بالأمر فلما هي قالتلي انا طبعا عمري ما معرف انه يعني او مرة حد في سلك الرهبان يكلمني معرفش طب هم عايشين ازاي يعني الحياة بتاعتهم عاملة ازاي انا اعيش في مجتمع من ست سيدات نحن شخصياتنا مختلفة لذلك لا يوجد ملل على الاطلاق بعضنا عالية الصوت واخريات صامتات ومنعزلات انا اجدني في المنتصف نحن نعيش سويا في بيت كبير ولكن هذا لا يمنع ان لكل منا خصوصياتها فاحيانا انا لا اريد ان اتحدث مع اي شخص وان اكون وحدي لجي اكتب واستمع للموسيقى وانا كنت دايما اعرف انه الرهبان المفروض يعني يكونوا عزروات يعني اكيد فاكتشفت من كلامها انه لا انه في اوروبا الوضع مختلف الرهبات الكاثوليك لا يحتاجنا لان يكون عزروات عند انضمامهن للمجمع لكنني عزراء الامر انني لم اجد احدا اعطيه نفسي هي عمر ما كان لها علاقات قبل كده وكانت بتدور على علاقة حب حقيقية ولكن ما حصلش ففكرت انها تتجه للرهبانة عزيزتي تريزا على ورق اصفر مشمس ارسل لك تحياتي من فين حيث الامطار تتساقط بشدة لمدة يومين والثلج بدأ في التساقط بالطبع من الممكن ان يكون هناك عزروات في كل الاعمار لكنه امر غير شائع على الاطلاق وحتى لو كانت هناك عزراء فهي لن تعترف بانها عزراء لو ذكرت على الملأ انني عزراء فهذا معناه انهم سوف يسخرون مني ويتنضرون علي ويحكون عني من خلف ظهري حبيت عرف اكتر انت ليه اخترتي انك تكوني راهبة لماذا قررت ان اكون راهبة ربما لانني ارغب في الدفاع عن حقوق الانسان وعن العدالة والسلام لكن بالطبع استطيع ان افعل هذا دون ان اكون راهبة سبب اخر هو ان معظمنا متأكدات من ان هذا الطريق اختيار الله لنا في الحقيقة لا يمكنك ان تكوني متأكدة اعني انا حتى لا اعرف ان كان الله موجودا انا فقط اؤمن بهذا انا اميل للمثالية وعندي حس قوي تجاه العدالة قد اكون انا من اقول لنفسي ان الله يريد هذا الطريق لي ردت عليها وقلت لها بصراحة انا شايفة ان انت مش هتكملي في سلك الرهبانة ده مش معقول ان انا اكون مش متأكد من شيء واوهب حياتي لي كان من الغريب ان ارى انك كتبتي انني لن اكمل في سلك الرهبانة وقد كنت محقة في النهاية كان علي ترتيب اولوياتي وقد قررت ان الحرية والاستقلالية ان اتي واذهب في الوقت الذي اريده هو اهم عندي من الحياة الدينية كما انني احب علاقتي بربي كما هي الان ولا اشعر برغبة في ان اعمقها انا ومارينا كان فيه بيننا حاجات كتير مشتركة يعني احنا الاثنين موليد برج القوس بنحب الحرية والاستقلالية بنحب نتعرف على ثقافات مختلفة يعني كل ما كنت اتكلم معاها اكتر او نتبادل الخطابات اكتر كل ما اكتشف ان انا وهي فينا حاجات كتير مشتركة من بعض ولما قررت ان هي تسيب بقى موضوع الرهبانة وانها تبتدي بقى تحب نفسها وتشتغل عن نفسها ومش معنى ان هي ملقتش الحب انها تدخل في اتجاه هي مش لقى نفسها فيه وكانت هي شغالة في مجمع القلب المقدس في الحسابات وهي ملهاش متحبش الحسابات والحاجات دي هي درسة انتربولوجي او علم الانسان فهي عايزة حاجة يكون لها علاقة بالبشر بالبنيات مين وده حاجة برضو انا كمان انترستت فيها وعشان كده انا بكتب وبعمل افلام تسجيلية فكل الحاجات دي جمعت بيننا وبدأنا بقى بدأت صداقة بيننا عبر الجوابات انا احكي لها على اللي بيحصل في حياتي وهي تحكي لي على اللي بيحصل في حياتها وصلتني انباء سيئة صديقتي فقدت اختها هيكي كانت ستحتفل قريبا بعيد ميلادها السادس والثلاثين اعرفها جيدا كانت جليسة الاطفال بالنسبة لي عمضيت طفولتي معها وكنت كثيرا ما ازورها في منزلها تترك خلفها زوجها وطفلين عليك ان تستمتعي بكل يوم وكأنه اليوم الاخير قررت ان هي هتبتدي بقى حياة جديدة وانها هتبتدي بقى تدرس كورس ويلنس ان هيلث مختص بالاكل الصحي باليوجا بالشيكونج كل حاجة متعلقة بالطاقة بالطب الصيني او الطب البديل عموما فبعتتلي ان هي هتدرس التخصص ده وانا قلتلها يا بخ تجدي كل الحاجات اللي انا نفس ان انا اتعلمها وللأسف العين بصيرة والايد قصيرة فهي قلتلي ان هي كمان مضطرة ان هي تشتغل عشان تقدر انها تأمن طبعا مصاريف الدراسة وقلتلي على مشكلة برضو كان في تشابه بينها وبيني ان احنا ما بنقعدش في شغلانا لو احنا مش مبسوطين فيها يعني لازم اكون انا سعيدة بالشغل لازم اكون رايحة كده انا فرحانة ولو لقيت في حاجة مضايقاني في الشغل بستقيلة على طول فهي نفس الكلام وكان عندها مشكلة كمان ان هي كان بتحب الادارة وتحب التنظيم والحاجات دي ولكن انها تشتغل سكرتيرا كان اقل من شهاداتها ومن الخبرات اللي عندها فكانوا الناس ما بيرضوش يشغلوها كسكرتيرا لانها اوفر كواليفايد وفي نفس الوقت هي مش قادرة تشتغل مديرة رغم ان هي بتحب الادارة وكده وده لانه ما عندهاش خبرة ما كانتش مديرة قبل كده يعني فالمهم ان هي اخيرا لقيت شغل سأبدأ في العمل يوم 19 نوفمبر وانا اتطلع للعمل بشكل كامل فول تايم بمرتب مناسب حيث في سني هذا لابد وان ابدأ في توفير المال بشكل شهري لتأمين معاشي عند الكبر لابد وان اقوم بهذا بشكل شخصي لان معاش الدولة لا يكفي لضمان حياة مريحة كنت دايما اكلمها على الاحباطات اللي بتواجهني للناس اللي انا بقابلها وكده وانو الحب ما بينفع شوية كانت دايما تشجعني وتديني امل قلبي يريد ان يؤمن بذلك الحب الواحد الذي يأتي مرة واحدة في الحياة اعتقد اننا يجب ان ننتظر ونرى تريزا لا تفقد الامل ابدا سنجد الحب وفي يوم من الايام ادرت انها كانت حضرة كونسرت للروك هاي بتحب الموسيقى جدا زي برضو انا بحب كل شيء متعلق بالفن فلاقت اثناء حضورها في حفلة للروك اندرول اتعرفت على الفريق وعرضت عليهم ان هي تمسك لهم ادارة المعجبين وعملت كده فعلا وعملت شغل كويس معهم فطلبوا منها ان هي تشتغل معاهم بقى فول تايم وكانت سعيدة جدا انه اخيرا بقت تشتغل حاجة هي حباها وحاجة هي مستمتعة بيها جدا وبعتت لي صورة عزيزة تريزا مرفق صورة لي مع احد اعضاء فرقة الروك اندرول للأسف لا يوجد شيء بيننا لكنني رغبت في ان اجرب احساس كيف يكون الحال في وجود رجل بجواري ظهر الفيسبوك فضفتها عندي على الفيسبوك وبعنا ايه نبعت لبعد رسائل كده بين الحين والاخر رسائل قصيرة يعني ولكن طبعا اكتر الكلام عن طريق الجوابات بصراحة بمرور الوقت انا يعني كنت انشغلت وكده يعني وانقطعت فترة كده اكتشفت ان انا بقالي 3-4 شهر ما بعتلهاش رد على الجواب الاخير بتاعها فبعتلها على الفيسبوك رسالة لو قلت لها انا اسفة جدا انا ابعتلي الجواب في يعني اقرب وقت فلقيتها ما ردتش علي ودي حاجة بالنسبال يعني في الصداقة المفروض الصداقة اللي واحد يغفر الحاجات البسيطة دي في ناس ممكن يكون بينكو صداقة وعشرة طويلة وتجي على غلطة صغيرة مثلا تلاقي هم مش عايزين يعرفوك تاني فدي حاجة طبعا تدايق فانا بصراحة قلت خلاص بقى براحيتها يعني وبعد كده لقيت ان انا مسافرة اوروبا ففكرت ان انا اقابل كل الناس اللي انا اعرفهم في اوروبا عن طريق المراسلة فقلت بقى ايها يعني عفى الله عم سلام وبعت لها تانية اقول لها ان انا جاي اوروبا بقى يعني مش معقول يعني احنا فيه بيننا حاجات مشتركة كتير جدا وانا حابة ان انا اقابلها ايه فما ردتش علي فروحت دخلت على صفحتها على الفيسبوك عشان اشوف بتعمل ايه فلقيت ناس كان عيد ميلادها وناس كانت بنلها يعني تعرفين فيسبوك وتكتب على الول عيد سعيد مش عارفين فناس كانت بنلها عيد ميلاد سعيد يا مارينا في السماء فانا قلت يعني ايه في السماء؟ عيد ميلاد سعيد يا مارينا مع الملائكة يعني ايه؟ يعني ايه مع الملائكة؟ عادت ادور اكتر لحد ما تأكدت فعلا انها اتوافت وطبعا ساعتها كنت في الشغل ولقيت طبعا قدامي عامل وكده ومش عارفة ان انا اعيط ومش مصدقة ازاي حصل الكلام ده؟ يعني الحد اللي كان معايا في رحلة بحثي عن الحب وانا ما كنتش اتخيل انه ممكن حد انه حياته تنتهي كده بسرعة وهي كانت اصغر مني كانت 32 سنة في الوقت ده فبعت عاية كتير جدا والحسن الحظ ان انا كنت مسافرة في الوقت ده فده خلاني يعني لو كنت فعلا مفيش انشطة في حياتي او كده انا كنت دخلت في حالة من الاكتئاف فضيعة جدا ودخلت تاني اشوف طب انا انا عايز اعرف ايه اللي حصل اصدي صغيرة ومهتمة بالاكل الصحي وبالحياة الصحية وبتعمل كل حاجة كما يجب ان تكون يعني وكانت بدأت تشتغل على نفسها وتحب نفسها فدخلت على عدد من ارايبها لقيت حد يعني من نفس الاسم العيلة وبعدت لها وقلت لها انا صديقتها بالمراسلة ومش عارف ايه اللي حصل فقلت لي اكت راجع من معسكر فني مع فرقة الروكندرول من سلوفينيا وروحت بيت مامتها وحست انها مرهقة وبعدين لما جابوا الدكتور الدكتور قال انها اتوافقت طبعا انا في الوقت دا بقى كنت لما كنا ركبة طيارة او حاجة والطيارة تبدأت تتهزق فاقول انا لسه ملقيتش الحب لأ بعد نما شهر مارينه واللي حصل لها لما شهر مارينه ولي حصل لها بقيت خلاص مش عارفة مش فهمة يعني هل فعلا ممكن حد يكون يعيش كل حياته بدون حب وخلاص وينتهي الموضوع دخلت على صفحي تاتيني وقعدت تدور هل ممكن تكون لقيت الحب وأنا معرفش أشوف الرسائل المكتوبة كلها رسائل يعني أنت كنت صديقة رائعة زميلة هيلة أنت جدعة أنت كلها كلها ما فيهوش أي نوع من أنواع العلاقة العاطفية يعني دي كانت حكاية مارينا رفيقة رحلة بحسي عن الحب واللي أنا بهديلها أو بهديل روحها الفيديو ده و... ترجمة نانسي قنقر